بكل اللي سعرضنهن لهلا هنه يا اما وزراء سابقين يا اما قضاة يا اما هدى بس هلا عنا حالي لسيدة اعمال اللي هي السيدة اناث جرمآني خلينا نحضر نشوف الالفي او سوا مع سيارة سيدة اناث جرمآني مع ابا ما نفوت بتفاصيل السيارة اللي معها بس وثلاث عناصر وثلاث عناصر طيب وثلاث عناصر يعني السؤالة هون يعني بالصفاته شو سيد يعني حضرت العائد معها يعني سيارة وثلاث عناصر ما شو قدمي طلب لمجلس الامن المركزي سيدة رياض السيدة اناث جرمآني حل تكتر لكون زوجة اللي عندهم دعوة قضائية عندهم ملف قبار تقدمت بطلب للقضاء لتأمين حماية لانه في ملف محكمات هالملف تحول لعننا هي ما مع كل اللي مع عماصر متقادين من كل الاجهزة الامنية من امن الدولة وغير امن الدولة عماصر متقادين اللي بدل هنه عم يشتغله مع عنصر واحد من امن الدولة بس هيدا بناء اللي طلب القضاء هلا بكتر لانه علي لحظة لحظة بناء اللي طلب من القضاء تارك مع عنصر يعني لحظة 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 القضاء فرز لسيارة هاو دي كل البقوة متقادين من جميع الاجهزة من جميع الاجهزة الموجودة يعني القضاء طلب بفرز سيارة وعنصر لحماية سيارة مفي طيب هل نسمعها هي شو بتقول معلش هل نسمعها هي شو بتقول نسمع السيدة اي ناس لو سمحتوا ايه هادي قل لي بدي اسأل بس انت معيك عناصر امن دولة صح ايه معي عناصر امن دولة معي اتناني لانه حضرتك قبل كنت كاتب ستة فعم حصلح لك ياهن اتنان انا كاتب ستة يمكن فضل قل لي بعرف عم بتسجل قل لي انا عم دقل عطيك حقرات بس انا ما كاتب ستة وين كاتب ستة اكيد 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 بدي قل لك شغلتين هادي او شي انا ماني سامعة فيك هاول مرة بسمع فيك مش مهم اتاني شي بدي قل لك لو انه مكسامع فيه ما عم بدي قل لي ما انا لقيت عندي دق داتا ما قل لك صفة عندك عناصر او لك او كم اللحظة اول شي ودي سقطك ما عم بحكي عادي يعني فيك بتحكي معي باي خليني 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 قل لك شغلي انا لو ما عندي وضع خاص ووقتها انا تحاولت تحاولت انخطف انت حضرتك وين كنت اوكي انا وقتها اتهدت ببنتي وانه بنتي بتتنخطف حضرتك انت وين كنت مقدمي طلب حضرتك على الأم المركزي طبعا طبعا مقدمي طلب وطبعا مقدمي حماية انا عندي بالقضاء دعاوي الله بكر مال بنتي وحماية بنتي الله يخليه للناس القوادن مثل اللي ويه اللي طلعوا بمواطني ما عملت شي لوطنة غير عطيته انت عفوا عن العناصر اللي معت لقاء بدل او مجانية بتدفع للمديرية ولا مجانية ياريت قبله ياريت قبله عراضة اللي ولا ممكن اللي اذا بتحب تعطي شي لقلهم هيدا شي بخصك اما نحنا واجبنا نحن يعني انت قلق معيك عماصر ما بتدفعي اصلا بدل المديرية لانه فيه خدمة مأجورة عن قوى الامن الداخلي ليه ما رح تعملتي عن قوى الامن الداخلي لانه لحقلك ليه ما رحت عند الامن الداخلي لانه فيه فرق كتير بين عماد عثمان واللواء كتير حبيب اللواء انسان خدهم طيب ومريحة بواسطة لعنده لحظة عم بتسألني عم جابة بس انت يعني عم تشاككي بمديرية قوى العمل الداخلي انت انا مقاليك انتو شاطرين كتير بتحريف الكلام ما محرف انت عم تقولي انت سألتني سؤال انت سألتني سؤال ليش مريحة عقوى الامن قلتلك فيه فرق كتير بين اللواء عماد عسل لش انت رايحة عم مديرية ولا عند شخص يا مادام انت شو خاص اللي فيه ادارة فيه مديرية لحظة 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 بدي قللك شغلي انا اكيد بهمني روح عن شخص بحس بالمواطن خلصت هون خلصت هون روح اكتوب البتكي روح اكتوب البتكي روح اكتوب البتكي يا مادام اعصابيك والله ما بدها لقد عم نسألك سؤالي كتير واضح عم نعطيك حق الرد لا ترد يا ليش مستنفر وكتبوا لحظة لحظة اللحظة انا عم بقلك تعرف ليش اذا شي طبيعي انت اذا عندك وضع خاص ليه معصبي الناس زعاني اه ما لانه انت انت هول عناصر اللي باعك من اموال الناس عم تندفع يا مادام السيارة اللي معك بنزيناتا بنزيناتا من اموال اللبنانيين لحظة 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 هاللبنانيين عم تحكي فيهم انا منهم انا بعطي وطني انا عم بعلم شباب انا جمعيتي من مالي الخاص فاذا سمحت قبل ما تحكي انا اللي عم بعطي وطني انا ابدأ وحكي باستحق اذا تهددت انعطا فاذا سمحت لهون ما باقدق وردي صار عندك خلص هنحطه على الرأي العام تكرم بدكن نغرق بالمشي ونصفل ما حدا طيب يا استاذ هدي طيب بس أنا قاسي كانت عليك ما بيأثر بس عمليا عفكرة نحنا كمان اول مرة بنسمع فيك سيدة ايناس سألنا عنك سمعنا اخبار بس انا بدي ألا بيستدعي بانك تكوني موضع بحث عننا بالبرنامج تلاقوا هلا ما حتنساني انتي اول مرة بتسمعي وما حتنسي عملا الله ورايح واحد اتنين لفتني ثلاث شغلات بإفصال سيدة ايناس انه عم تقول عرضت على المديرية أموال ياريت قبله قاموا قالوا أعطي العناصر شغل واحد اتنين بدي اسأل العائد بتقدم متعادات مالية سيدة ايناس لأمن الدولي أو لا برجع بأكدلك انه أكثرية العناصر اللي مع السيدة ايناس انه من العناصر متقاعدين من كل الأجهزة الامنية مع عنصر واحد من أمن الدولي وهلأ عم تقول حياتك انه عرضت هي قالت عنصرين هي قالت اتنين وما نكرت السيارة وما نكرت السيارة بركة متقاعدين اذا ترجع تطلع معها يا استاذة يا حضرة العقيب بس اذا عنصر متقاعد ما بدا روح على مديرية أمن الدولي لجيبهم ليش بدت روحها روحها بعمل فرقة أمن خاص وبيعمل فرقة خلصة خبرية ليش مش عم وبعدين حتى هي ما قالت بطلب من القضاء قالت قال هي تقول ونحنا تأكدنا انه مش صحيح انه بطلب من مجل انه قدم الطلب لمجلس الأمن المركزي ومعلوماتنا تقول انه ما فيه هيك طلب يعني لا فيه طلب للأمن المركزي وبالعاقس انت هلأ قبل شوي قلت انه القضاء طلب وهي عم تقول لا القضاء طلب ولا شي يعني انا ما عم بفهم صراحة يعني رئيس جورج عطيه فهمناها رئيس سفتيش مركزي فيه قضاة عم ياخدوا تنم بدل واحد بسبب عليهم أخطار فهمناها بس شخصية غير انه هي إنساني متمولة انا ما عم شوف يعني أخطار هلا اوكي فيه كتير مواطنين لبنانيين عليهم أخطار يعني اذا كل حدا عنده قضية خطف او دعوة بالمحاكم بتعطوه عنصر وتنم متقاعدين يلا خليها نفتحها يعني مش نحنا لم ناطي متقاعدين هن حرين يشغلوا مطرح هي طبعا أكيد هدا اللي عم نقوله هي استعانت بعسكر متقاعدين مش بس من أمن الدولة انا عم بقلك من جميع الأجهزة الأمنية بس انتو لم دلعينا بتدفع مساعدات لأمن الدولة يا عاية جاوبني يا عاية الجزئية لا 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 اكيد انت لا مثل ما قلتلك ما عمنا صندوق للخدمات المأجورة كان من هيك ما بنقدر ناخد صح وهي قالت هدا الشيء قالت هدا الشيء بوضوح قالت هدا الشيء